سبعين هذه البطولة الوحيدة في تاريخ المنتخبات الوطنية كانت لفتة بارعة أيضا من كلية العلوم الطبية والتكنولوجيا انكرمت حسب الصغير أحد عباقر الجيل سبعين الذي حقق هذه البطولة الكبيرة لمنتخبنا الوطني والسودان وكرمت أيضا من الإعلاميين الأستاذ مامونة الطاهرة الإعلامي الرقم والأستاذ عبد قابل أيضا كانت لفتة بارعة نعم نعم التكريم كان مهم جدا لمنتخب الوطني والأهم من تكريم منتخب الوطني من تكريم اللعبة السبعين يعني لا ننقص حقهم كمان هذا اللعبة فيهم حسب الصغير وفيهم كذا من اللعبة المرمغين والأهم من ذلك أنه حسبه هو اللي كان أحرص حدفها في السودان على غانا في الورا النهائية بمجيبة السودان حاز على كاس أم أفريقا 1970 الشيء الثاني المنتخب نعم هذه اللعبة بيحتوى أبطال يعني يتأهلوا في ظروف صعبة جدا ومعقدة وكان يتأهلوا الفريغ المنتخب دائما يعتمد على يتأهلوا المريخ ولهذا العام كان يتأهلوا المريخ في أسوأ حالاتهم يعني نحن نعتبر هذه اللعبة الأهل المنتخب للنهاية لازم ترفع لهم القبعات هذه اللعبة وتأهلوا على منتخبات كبيرة يعني ما داحلوا منتخب ساقد عشوائي وبجدار يعني شوف مجموعة منتخب غانا ومدجب النجوم في أوروبا منتخب جنود الفريغي كم معلومة المنتخبات المستويات يعني عالميا يمكن حوالي 18-18 و20 على المستويات كبيرة جدا المنتخبات فأنا بعتبره تكريم يعني تكريم يعني يستحقوا أكتر من كده نعم تواصلت كابتن مدسر أيضا الهيئات والعندي الرياضية عميد بحري ورمز موسيقى